كنا معايدين قطاع الطمس الثانوي من اسمه سانوي معناها اش chant معناها كان فيه طمص كان المريضة يجيها طمص او المرأة يجيها طمص وạoطش يجيها طيب إذا كاناء بالدورة واحدة من نسميه قطاع طمس الثانوي اكيدة بدنا ننتظر فترة اطول شاد المالد اللي بدنا ننتظرها حتى نسميه قطاع ممكن 6 دورات او 6 شهور حتى نسميه قطاع طمس سانوي سانوي يعني المريضة كان بالأسرة Joy يجيها طموس تعريف انقطاع الطمس السنوي هو انقطاع الطمس انقطاع الطمس اكتر من ثلاث دورات طمسية او اكتر من ستة شهور عند النساء اللي كان عندهم يصير عندهم دورات طمسية سابقة اذا اذا المريضة غابت عندها دورة وحدة اكيد هذا ما معطيه كتير اهتمام او دورتين بس صاروا اكتر من ثلاث دورات واني نبدأ نسميه عادة انقطاع طمس نحنا كنا سابقا نستخدم مصطلح تأخر طمس تغيبها دورة او دورتين وسميه تأخر بس اتجاوزت ثلاث شهور صار اسمو انقطاع طمس طيب شو الاسباب اهم سبب لانقطاع الطمس السنوي شو هو اشياء سباب الحمل اكيد الحمل فلذلك نحنا عنا قاعدة عامة اي خلل بالدورة الطمسية اول اختبار بنعمل شو هو هذا قاعدة مطلقة اي اضطراض طمسي او اي نزف او اي نزف شاز اول اختبار نحنا نطلبه هو الاشتجي حتى ننفي الحمل حتى ننفي الحمل طيب شو الاسباب التانية مثلا غير الحمل اللي ممكن تعمل انقطاع طمس الامين اللي بيجي بالدورة وطاء سليم نخعمة سليمة نبيض سليم رحم سليم بطانة رحم سليمة عنق سالك مهبل سالك تمام فهذا المسار كله بدي يكون سليم حتى يجي حتى يصير عند المريضة طمس طيب ليش المريضة لا تغيبها ليش لا تغيبها الدورة فشلون احنا بدنا نفكر معناها في اسباب بهذا المحور اللي حكيانا عنه هاي صار فيها خلال فلذلك ما بقى المريضة ما عد عم يجيها ما عد عم تجيها دورة شو الاسباب حال الاشياء اشياء الاسباب هي اسباب المبيضية واشياء شيء بالاسباب المبيضية مين هو البي سي او البي سي او تقريبا 20 ل 30 بالم من الحالات هو بيكون سبب لانقطاع الطمس السانوي شفنا البي سي او التظاهر الاشياء للبي سي او البنت بفترة البلوغ ببلش يجيها دورات غالب انتكون غير ممتظمة شوي شوي بتتباعد بالاخير شو رح يصير فيها بيصير فيها انقطاع الطمس صار اسمه السانوي ليش لانه اجاهها طيب البي سي او ممكن يعمل انقطاع طمس بدئ ممكن يعمل انقطاع طمس بدئ ب7 بالمين الحالات نحكيها بالمحاضرة الجاي فالبي سي او ممكن يعمل بدئ ممكن يعمل سانوي يمكن يعمل تباعد ، تقارب ، نزى بشاز كل هذه الأضطرابات أو تظاهرات كما تنظرها عند مريضة ال BCO اذا اش جدا Olha nave هو ال BCO بالأسباب المبيضية ال MARC بتاعرفون ولا يص سبب لانقطاع الطمس السنوي كمان في أسباب نخامية وأسباب بالرحم وأسباب ثانية هلا نحكي عنا طيب نبدأ أول واحد الحمل الحمل هو دائما أشياء سبب لانقطاع الطمس السنوي وفي عندنا نحنا قاعدة ما الحمل ما ينحزر عليه يعني حتى المريضة اللي بيجيها طمس حتى اللي بيجيها نزف بموعد الطمس هاي ممكن تطلع حامل وهيك تذكروا وقت حكينا بالتوليد يعني المريضة بتفكر انه عم تجيها دورة هو مو دورة هاي هذا نزف ممكن نزف بموعد الطمس تعمل تحليل مثلا بعد أسبوع بعد وسبوعين تطلع الإيجابة فأي اضطراب أي خلل بصفات الدورة نحنا مباشرة أول اختبار نطلبه هو اختبار الأجسجي حتى نأكد وجود الحمل أو غيابه غير الحمل بنبدأ من الأعلى اضطراب وظيفة الوطار هلأ الكلام راح تشوفوه مكرر مر معنا بالتأخر البلوغ لازم هذا الكلام هناك فaresي بيتكرر نفسه تقريبا هلم لم يجب انقطاع الطمس البدئ هناك أسباب بيتشتركBY هناك بيتشتركوه بأسباب بالطمسür السنوي وبردي ولكن النسبة بتختلف هناك أسباب خاصة بيتشتركوها بالبدئ وما بالثانوي ولكن بشكل عام هناك أسباب مشتركة مع اختلاف النسبة يختلف نسبة السبب بين الاقتطاعة الطمس البدئ والثانوي طيب الوطاء نحن دائما ننظر الوطاء او ننظر اي عضو بالجسم ننظر له بالناحيتين شو هنالنواحي برابو عليكم وظيفية و تشريحية طيب شو هي الاضطراب الوظيفة اللي رح يصير بالوطاء اللي رح يعملون قطاع طمص الوطاء شو شغلته افراز الجين راش بشكل نبضاني طيب ازا ما افراز الجين راش بشكل نبضاني اذا صار في نقص افراز او افراز غير منتظم شو رح ي شو النتيجة عمين عمي اصير النخامي شو عم بيصير فيها ما عم ينفرز الافساش والالالاش بشكل جيد ما انفرز الافساش بشكل جيد شو رح يصير ما رح تطور الجريبات مرح تطور الجريبات مين اللي رح ينقص اي هرمون استروجين طيب ما رح يصير اي بعضها مين اللي بدون ينقص البروجسترون تمام فعدم نسمي انقطاع الطمص الوطائي الوظيفة ازا السبب الاول هو لانقطاع الطمص اللي بدنا نحكي عنه هون هو انقطاع الطمص الوطائي الوظيفة هذا بصير منسميه عوز وظيفة ليش عوز وظيفة لانه هات مؤقت هذا مؤقت ممكن قابل قابل للعلاج بشكل عام شو بدنا نشوف هوني عند هاي المريضة منشوف بشكل عام مستويات الافساش شلون بتكون بتكون منخفضة بتكون طبيعي الى منخفضة بالانقطاع الطمص الوطائي الوظيفة هلا هون بس ميزوري شغلة هلا وقتنا عم نحكي عن تأخر البلوغ البنيوي وعلى عوز الجين الرعاش الخلقي كان فيه نقص شديد نقص شديد يعني نفس الطفلة نفس القيام ما قبل البلوغي بتشوفوها بتأخر البلوغ البنيوي وبعوز الجين الرعاش الخلقي اما هذا نص ع نص بتلاقوه منخفض ممكن تلاقوه الافساش طبيعي هون ما بيكونوا التصبيت شديد مثل تأخر البلوغ البنيوي وعوز الجين الرعاش الخلقي طيب ليش تصير عند المريضة هدا عن قطاع الطمص الوطائي الوظيفة شو الأسباب أو عوامل الخطورة مثل هذه يعني ليش لحط يصير فيه خلل الافراز بلنا نفكر دائما بالأسباب اللي نحنا بنحكي عنها كتير ومنكررها كتير شو هي الشدة نقص الوزن نقص الوزن بفترة قصيرة الحملة الشديدة القهم العصابة تمام اذا هاي الامور هاي اللي بتصير بفترة قصيرة يعني ممكن هي تعمل انقطاع الطمص تأثر على افراز الجين الرعاش ولا تعمل انقطاع طمص سانه اذا عوامل الخطورة نقص الوزن تحت العشرة بالمية تقريبا نقص الوزن خلال فترة قصيرة هذول اللي بيعاملوا حمية شديدة بنقص وزن خلال شهر أكثر من عشر كليات بتلاقيها صار عندها غياب غياب الطمص اللي بتعمل رياضة اللي بتلعب رياضة كتير تمارين مجهد كتير كمان اللي بتتعرض لشدة نفسية أو عاطفية أو أيام الامتحانات أو حتى الامراض التانية أو حتى الامراض التانية كلها هاي الامور بتأثر على افراز الجين الرعاش في تنازر هون بيصير عند البنات اللي بيلعبوا رياضة كتير اسمه سالوس الفتاة الرياضية اللي هو بقطاع طمص سانوي مع اضطراب بالأكل شو اللي الهرمون اللي بيناقص النتيجة عندها الاستروجين بصنيس الاستروجين شو بيعمل حشاشة عيزان تمام إذن هدول عوامل خطورة لانقطاع الطمص الوطائي الوظيفة شدة أمراض مزمنة نقص وزن كل هالأمور هاي عم تأثر على افراز الجين الرعاش ما عم تنقصه على الأخير عم تعمل خلل مجرد خلل أو نقص بالإفراز فالنتيجة عم يطلع عند هاي المريضة هذا انقطاع الطمص بالإضافة لها الأمور التانية تمام إذن هاي عوامل خطورة طيب شو في سبب تاني كمان ممكن نعتبره انه هذا هو سبب لانقطاع الطمص الوطائي الوظيفة نقص الليبتين تعرفوا شو هذا الليبتين أكيد حكينا عنه حكينا عنه وقت اللي حكينا عن البلوغ وانه ليش هلأ صار فيه الفتيات يدخلوا بسن البلوغ أبكر ليش لأنه زادت نسبة البداني مين بيفرز الليبتين الخلايا الشحمية هلأ الشي اللي لاحظوا انه الليبتين ناقص عند هدول المريضات اللي عندن انقطاع الطمص وطائي طبعا بيأسير روي على أفراز الجين النتيجة عم ينقص افراز الجونداتروبة وعم تتظاهر عند المريضة انقطاع الطمص بالإضافة لالإطرابات الثانية اللي عم تنتج عن نقص الأستروجين إذن السبب الثاني اللي فينا يعني نعتبره انه كسبب لانقطاع الطمص الوطائي هو نقص اللي بديه طيب العامل الوراسي شو يعني العامل الوراسي العامل الوراسي مثلا أنا عندي بنتين بنتين مثلا وزنهم 90 كل وحدة وزنها 90 كيلو ويوميا عم يمارسوا نفس الرياضة ونفس المدة من لاقي وحدي صار عندا انقطاع طمص التاني ما صار عندا انقطاع طمص ففيه هون العامل الوراسي بيلعب دور يعني يعني ما بتكون نتائج التمارين متشابهة عن جميع النساء فهذا هو العاملة الوراسية يعني ممكن انه البنت تتأثر اذا نزل لخمس كليات عندها بصغير انقطاع الطمس اما الثاني نزل لخمس طعش وما صار عندها انقطاع الطمس اذا هذا هو انقطاع الطمس الوطائة الوظيفة مثل ما يكون شايفين عوامل الخطورة بشكل اساسي معروفة وكررناها كتير هو التعرض للشدة التمارين المجهدة القهم او الاضطرابات بالاكل وهاي يعني فينا نعتبرها الاسباب اللي عم تأدي لحدوث هذا انقطاع الطمس من هذا اللوع اذا هذا منسمي انقطاع الطمس وطائة وظيفة هاي المشكلة الوظيفة بنجي على النمط التاني من الامراض شو رح تكون التشريحي شو هني الامراض التشريحي فكروا بالامراض الاورام الميطائي مثل اللنفومة والبرام القحفي البلعومي مبس في اورام كمان شو في امراض شو بتعمل بالوطاء امراض الارتشاحية مثل هستوسايتوسيز والساركوئيد هدول يعني عم يخربوا بنية الوطاء خربوا بنية الوطاء مع مصير افراز نظامي للجينراش وبالتالي النتيجة عم تكون انقطاع طمس عند هاي المريضة شو في ملاحظة عند هدول المريضات اللي عندن اورام شو بيكون في عندن غير انقطاع الطمس شو بديكون فيه مثلا اورام فبديكون عندن اعراض عصبية علامات اعراض وعلامات عصبية مثل صداع او مثلا اضطرابات بالساحة البصرية او حتى تغيرات بالشخصية او تغيرات ميزاجية تمام اذا هذا السبب الوطاء التاني هو اما التشريحي فينا نقولهم او 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 رام او اول ارتشاحات طيب السبب التالت السبب التالت الوطاء اللي ممكن يعمل نقص او انقطاع طمس سنوي هو الامراض الجهازية لكننا نحكي عنها بنفس الالية الامراض الجهازية مثل الداء السكري مثلا او الداء الزلاقي داء الزلاقي هاي الامراض المزمنة هاي كمان عم تعمل خلل وظيفة خلل وظيفة يعني فيها نعتبرها من الاسباب الوظيفية بس صلحنا السبب ممكن تترجع المريضة لوضع الطبيعي ويجيها طمس اذا هاي الاسباب الوطائية اللي ممكن تعمل انقطاع طمس سنوي عند المريضة بكل بساطة الاول اسمه انقطاع الطمس الوطائي الوظيفة نتيجة الشدة والرياضة ونقص الوزن السبب التالي هي الافات الارتشاحية او الورمية سبب تشريحي السبب التالي كما فينا نحن نعتبره من الاسباب الوظيفية بس على اجنز السبب مش الحال اذا الاسباب الوطائية واضحة جدا هاي اسباب الوطائية خلل بالوطاء صار فيه خلل بافرازج دي انر اش خلل سواء كان وظيفي او خلل دائم النتيجة شو عم بصير انقطاع طمس سنوي طيب اننتقل من الوطاء مين بيجي بعد الوطاء بدأ تيجي نين الغدي النوخامي طيب شو الامراض ممكن تعمل انقطاع طمس برأيكم ورم الاشياء هو البرولاكتينوما اشياء سبب نخامة لانقطاع الطمس السنوي هو البرولاكتينوما هو الورم ورم اللي بيصير على حساب خلايا الاكتوتروف طيب شوفوا لحاله 13% من اسباب انقطاع الطمس السنوي هذا البرولاكتينوما وهو 90% من اسباب النخامة نجي بنحكي على فرط البرولكتين فرط البرولكتين ايمت بصير في فرط برولكتين عند النساء بشكل عام شو هي الاسباب؟ اول سبب شو هو؟ البرولكتينوما ايمت بصير قصور الكولاوي قصور الدرق شو بصير بقصور الدرق؟ ترتفع مين؟ تيراش تيراش بيروع عن نخامي مين بيحرد؟ بيحرد تي اس ااش مع البرولكتين فبيرفع بيرفع البرولكتين شو في اسباب تاني لارتفاع البرولكتين كمان؟ الحمل والارضاع غيرهم قصور الكبد يعني ممكن شو في اسباب تاني كمان برابو عليك السويقة هلا عندك اما ورم على حساب النخامي او ورم تاني ضغط على السويقة ضغط على السويقة مين بيصبت البرولكتين؟ الدوبامين فاي ورم بيضغط على السويقة اذا شو بدو يعمل؟ ما رح يضال فيه تصبيت للبرولكتين فبيرفع البرولكتين بس في شي مميز بالبرولكتينومة انه حجم الورم البرولكتينومة بيتناسب مع حجم ارتفاع البرولكتين تمام؟ يعني كل مكان الورم اكبر كل مكان ارتفاع البرولكتين اكتر كميتو مثلا 30-40 وشفنا ورا غالبا نحن منشك انه هذا ورم تاني اسا في اسباب مثلا الارتفاع البرولكتين غير الحكيتون الادوي مثل مضادات الزهان بالاضافة للميتو كلوبراميد هاي ممكن ترقع وقصور الدرق حكينا اذا هاي الاسباب اللي بترفع البرولكتين اشهد القيمة الطبيعية للبرولكتين بشكل عام بين العشرين والسبع وعشرين نانوغرام بالمليلتر هاي المحروض تنحفز هاي القيمة ليش لانه هذا تحليل روتيني عنا فمو اقل من انه تعرفوا يعني ما كلي تهتموا بالستاندر اللي بيحطو لكم يا المخابر نحنا القيم هاي ادق من القيم اللي بيعطوه جماعي المخبر تمام؟ اذا القيمة تقريبا عشرين لسبع وعشرين في شيء يعني بالنسبة للبرولكتين بيرتفع بحالات غير مرضية شو هي الحالات غير مرضية اللي بترفع البرولكتين؟ جماع واثناء الاكل واثناء النوم فممكن يرتفي اكتر في حالات منعتبرها هاي متل او تحريض حلامة السدق فهدون منعتبرهم يعني متل امور جزيولوجية بترفع البرولكتين فنحنا ما بناخد قيمة واحدة للبرولكتين تمام؟ يعني اذا انا طلبت للمريضة تحليل البرولكتين وطلع مرتفع ما بيكفت دائما بعيد الاختبار بس عدت الاختبار وطلع طبيعي خلاص انا بعتبره طبيعي ما بعتبره مرتفع ما اخوة تاني؟ مفضل ولا؟ عم تصور ولا ما بدي حكي ما عمش قد يعني؟ ما في مشكلة يامة مكان ما في مشكلة يعني المهمة تعيده يعني نحنا بشكل عام مناخد قيمة واحدة للبرولكتين مناخد قيمتين للبرولكتين طبعا بس شفته مرتفع البرولكتين شو التدبير التالي؟ شو الاستقصاء التاني اللي مطلبه؟ تصوير تصوير الغنين المغناطيسي للغدة النخمية او للوطاء دائما هلأ يعني اذا كان ارتفاع بسيط يعني اكيد ما رح نطلب مباشرة اما الارتفاع المستمر للبرولكتين او الارتفاع الشديد للبرولكتين هذا بتطلب منا انه مباشرة نحنا نعمل MRI وخاصة اذا كان فيه اعراض عصدية مرافقة فيه شغلة بالنسبة كمان للبرولكتين ما انا ذاكرة ما بعرف ما بينحزر عليه ما بينحزر على تأثيره ممكن للمريضات اللي عندهم ارتفاع برولكتين عندهم سر حليبة هاي شغلة شغلة تانية ممكن المريضة يكون البرولكتين عندها خمسين ستين او ممكن يوصل للمية وطلع يتحامل تمام؟ ممكن تكون القيمة ثلاثين وما في حمل فما بينحزر على تأثير البرولكتين يعني نحنا ما فيه علاقة سابتة بين قيمة ارتفاع البرولكتين وبين تأثيره وتصبيبه على الوقع فكتير نساء بتشوفون اني عم يردوطوا له حوامل ليه شلون؟ وفيه نساء مثلا اذا كان قيمة البرولكتين عندهم ثلاثين ما بصير عندهم حمل فما فيه علاقة سابتة بين شدة ارتفاعه وبين تأثيره على المحور بشكل عام تمام؟ هاي بتفيدكم بالسريريات طيب غير فرط البرولكتين طيب ما فيه غير البرولكتينوما هو اللي بيرفع البرولكتين اكيد لا اي كتلة موجودة اي كتلة موجودة بالجهاز العصبي المركزي ممكن تضغط على السويقة اكيد ممكن تصبت الدبامين وبالتالي رح يرتفع البرولكتين ما فيه امراض غير الاوران بالغدين النوخامية كمان فيه امراض بالغدين النوخامية كلا يكم تعرفون متل مرض مين؟ شيهان هذا اللي بيصير نتيجة النازف بعد الولادة ممكن الغد النوخامية تكون تعرضت لا احتشاء او اشعاء او افات احتشاحية يعني بشكل عام امراض الغد النوخامية بتعمل انقطاع طم السانوي بشكل اساسي لبرولكتينوما بيجي بعدها الاورام الثاني والامراض الثاني امراض الاخرى اللي بتصير بالغد النوخامية تمام؟ مفهوم السبب النوخامة؟ طيب تجي على البعدة مين فيه غير النوخامة والوطاء للغدية الدرقية الغدية الدرقية سابقا قلت لكم حطوا اوين مكان تطلع صح كنا عم نحكي عن البلوغ المبكر كانت هي سبب من اسباب البلوغ المبكر حكينا على تأخر البلوغ كانت هي سبب بكرا منحكي على البدء كمان هي سبب وهي السنوي هي سبب امراض الغدية الدرقية فلذلك نحن تحليل الغدية الدرقية دائما مطلبه بشكل كوتيني هلأ هون ممكن قصور الدرق ممكن فرط نشاط الدرق اثنينة ممكن يعملوا انقطاع طمس سنوي مو بس الفرط مو بس القصور ممكن القصور وممكن الفرط هلأ بشكل عام التظاهر القصور الدرق هو ينزف طمس غزير وممكن يصير انقطاع طمس سنوي تمام؟ اذا الغدية الدرقية سواء كانت قصور او كانت مثلا فرط هلأ فيه زيادة مطالب بس بالمحاضرة العميل الشاب اللي عم بيصور بس مطالبين بالمحاضرة هم فيه زيادات لانه هاي محاضرة قديمة اذا امراض الغدية الدرقية سواء كانت قصور او فرط نشاط الفرط النشاط او القصور الاثنين ممكن يسببوا انقطاع طمس سنوي تبتظاهر الاشي على القصور هو ينزف الطمس الغزير ومع هيك ممكن انه يصير عند المريضة انقطاع طمس فلذلك الدرق وين محطيتك تزبط تزبط معك طيب خلصنا من الدرق جينا على المبيل ممكن يعمل انقطاع البي سي او كلها البي سي او ما فيه اباضة فيه استروجين بس ما فيه دروجسترون يعني ما فيه اباضة فلذلك عم يتأخر الطمس وممكن يوصل لمرحلة انقطاع الطمس طبعا هو السبب كما نكون شايفين بعشرين لثلاثين بالمينة الحالات يمكن اول محاضرة مكتوب ثلاثين هم مكتوب عشرين اول المحاضرة هيدراسة اما هاي المرجع زاكرة فمكتوب فيه فرق يعني بين عشرين والثلاثين طبعا شلون بتراجع بتعرفوا بالبداية بيكون في عندها تباعد بعدين ممكن يصير عندها انقطاع قصور المبيض البدئة ركزوا معي شوي شو معنات قصور المبيض البدئة قصور المبيض البدئة يعني قصور المبيض المحيطة هيك حطوها في ذلك طيب ايمت بيصير او شو تعريف قصور المبيض المحيطة هو نفاذ البويضات قبل عمر كل شي بيصير قبل عمر 40 سنة هذا مسميه قصور مبيض كل قصور تحت ال40 سنة مسميه قصور المبيض طيب ايمت ممكن يتظهر قصور المبيض ايمت ممكن البند اول ما تدخل على البلوغ يكون عندها بالاصل قصور مبيض مثل تورنر X-O X-0 فهاي بالاصل ما بصير عنده طمص ولا علامات جنسيه الثانويه فتورنر اسية تدخل على البلوغ ما في عنده هرمونات طيب ممكن المريضة تجيه دورة دورتين وثلاثة يكون عنده ظهرت الصفات الجنسية الثانوية ويصير في عنده غياب طمص يعني بيتظهر قصور المبيض بعدين تمام فقصور المبيض قصور المبيض البدئة هو المحيطة كل شيء تحت الاربعين سنة من عمر اليوم للاربعين سنة هذا من سميه قصور مبيض أماته أو أسبابه قبل البلوغ أشياء سبب إلو هو تورنار معروف إنه ما في عمه غير صبغي جنسي واحد هو الصبغي اكس ما ممكن يتظاهر بعد البلوغ أكيد ممكن يتظاهر بعد البلوغ في أسباب صبغي غير التورنار لقصور المبيض أسباب صبغي تاني برأيكم في طفرات تانية ممكن تعمل قصور مبيض وين المشكلة؟ كالما نوطائي نحن نحكي على المبيض المبيض يعني هذا المبيض تحول لنسيج ليه في مبقى فيه جريبات فتورنار ما هو السبب الصبغي الوحيد لقصور المبيض في أسباب تاني في طفرات تانية يعني هلأ أنا قلت لك ممكن يتواجد قصور مبيض بصيغة صبغية اكس اكس ممكن؟ وين المشكلة؟ في طفرات تانية تعمل ممكن؟ لا بغض النظر عن فيه غير تورنار نحن الفكرة انه تورنار مو سبب الصبغي الوحيد لقصور المبيض ممكن يكون فيه قصور مبيض وصيغة صبغية شو رح تكون؟ اكس اكس تمام؟ فيه طفرات تانية فيه طفرات تانية هي عند قصور المبيض فاي قصور مبيض نحن نسميه تحت او دفاز الموايبات تحت الاربعين سنة شو نسميه؟ قصور مبيض بديه طيب بس وصلنا لمرحلة القصور التام شو بدي يصير عند المرأة؟ شو بدي يصير بالاستروجين؟ بطال فيه استروجين؟ قليل جداً شو النتيجة؟ عايس وعمين بدي يؤثر الاستروجين بشكل اساسي؟ على؟ بطعمة الرحم بطعمة الرحم شو بدي يصير فيها؟ بطعمة الرحم رح يصير فيه دمور بلاخير رح يصير فيه انقطاع طمص اكيد الوقت اللي بده يعني نقص الاستروجين وقال بدي يكون لفترة طويلة اكيد رح يأثر على العظام ويعملها شاشية بس فيه شغله يعني قبل ما يصير القصور التام نحن غالباً قصور المبيض بيصير بشكل مفاجئ والله تدريجي برأيكم؟ عادة شو بيكون؟ بشكل تدريجي اغلب الاحيان بيكون تدريجي هلا وقت فيه جراحة وشلنا المبيض هذا شو اسمه؟ خلاص حال صار بشكل مفاجئ بس بشكل عام قصور المبيض بيصير بشكل تدريجي خلال هاي الفترة فترة نفاذ الجريبات او استنزاف الجريبات هاي الفترة ممكن يصير عند المريضة دورات وممكن يصير فيه إباضة يعني ما بعرفت حسابة وحكيت لكم قصة انه اخر إباضة عند المريضة صار عندها حامل اخر إباضة بحياته صار عندها حامل وبعدين خلاص دخلت بقصور المبيض تمام؟ طبعاً انا قلت له ما فيه امل يعني ما فيه امل بلانه كان الافيساج 25 فاتفاجأت انه رجيتني بعد فترة حامل وكانت اخر إباضة لحياته ففي فترة الاستنزاف ممكن يصير عند المريضة إباضات إفرادية تمام؟ ممكن كل خمسة شهور كل ستة شهور يصير في إباضة وبالاخير راح يتوقف الإباضة ورح يتوقف الطمس طيب الاستروجين شو أضع عند هاي المريضة؟ نازل، شو تأثيره على الافيساج؟ طلقي مراجيسي، شو بصير بالافيساج؟ فنحنا بس شفنا الفيساج مرتفعين بيروح تفكيرنا؟ عقصور المبيض، مهي قصور المبيض اللي اسمه؟ اللي اسمه بدئة، تمام؟ إذن هذا هو قصور المبيض البدئة، لا كتير تخربتوا انه بس تورنر أو لا، تورنر سبب صدغي، فيه أسباب صدغي تاني، يعني ممكن يصير قصور مبيض على صيغة صدغية اكس اكس، الأمراض التاني اللي بتعمل، هل فيه أمراض مناعة ذاتية، أو العلاج الشعاي أو كيماوي، كلها هل تعمل قصور مبيض.. طيب، اخلصنا من المبيض، اجا دور مين؟ الرحم، الرحم، الرحم شو شغلته بالدورة؟ اش في دة جوال الرحم؟ هاي البطاني السليمي اكيد بدأت تعمل دورة سليمي طيب اما البطاني الغير سليمي رح تعمل طمص نظامي اكيد ما رح تعمل طمص نظامي طيب شو هو المراض الرحمي اللي ممكن ما يعمل دورة طمصية اشيرمان شو هو اشيرمان اشيرمان هو عبارة عن تندب بطانة الرحم او حدوث ارتصاقات داخل جوف الرحم نتيجة شو تجريف جائر مريضة ولدت بعد ما ولت الضال عندها بقايا مشينية جرفنا نحن كان تجريفنا برزة بطلي اعدتك انت مليم هكي اعدتك ايوه اذا تندب او صار فيه التصاقات وين ضمن جوف الرحم ضمن جوف الرحم غابط البطاني الوظيفية غابط البطاني الجيلة صار فيه التصاقات تقريبا تسكر ممكن يتسكر جوف الرحم بشكل كامل او ممكن يتسكر بشكل جزئي صار فيه التصاقات لي فيه جوه بقلب الرحم هذا اسمه اشرمان بعد الولادة او بعد التجريف نحن عملنا كورتاج شلن عملنا كورتاج جائر او صار فيه انتام بطاني ترحم النتيجة صارت التصاقات وتسكر جوف الرحم فهذا منسميه تنازر اشرمان طبعا ما فيه غيره سبب يعني ما بتوقع فيه سبب تاني رحمه يمنع حدوث حدوث الطمس غير هذا التنازر تمام طبعا بلقيكم ما رح نشوف الشريط البطاني شفتو اول محاضرة لاتحكينا عن الدورة التنصية بالإيكوغرافيك شفتو انه منشوف منظر سلاسي الطبقة بعدين منشوف منظر الشريط اللامع هاي المرازد كلها هاي ما رح نشوفها لانه فيه انطباق تقريبا الجوف الرحم مغلق ممكن يكون مغلق بشكل كامل او بشكل تقريب بشلون منشخص تنازر عشر ما هلا بنحكي شلون بدنا نشخصه تمام اذا هاي اسباب انقطاع الطمس الثانوي بتوقع عنا سهلة ومكررة مو هيك ما فيه شي جديد بس عبارة عن ترتيب أفكار هلا التشخيص نحنا عنا خطوات للتشخيص الفطوة الاولى ايه مثل العادي دائما شو هي نفي حدوث الحمل شلون نحنا بننفي حدوث الحمل HCG رقمة مطلب HCG رقمة هلا المخابر دي يعني ممكن انه يتهربوا من الرقمة طلبوا رقمة طلبوا عيار كمي رقم نحنا بدنا رقم ما تقلوا لي ايجابي سلبي لا انا بدي رقم بهمني الرقم الخطوة التانية هي القصة السريرية مثل العادي القصة السريرية تعلموا شغلي وحده هلا شو الاسئلة بتكون تسألوا ولا المريضة ايجتك مريضة عن قطاع طمس سنوي شو بتتحط انت هيك شو الاسئلة يعني خاصة بالبدايات ما بتلاقوا اسئلة تسألوا ولا المريضة وشو يبتسكتوا شو يبتسألوا هذا اجباري يعني ما عدت تكرار بصير اسئلة تكون اسهل وموجهة اكتر شونا انا بدي سأل بالقصة السريرية باعتبار ما رح تحضروا عملي كتير شونا انا بسأل شو الاسئلة اللي بسأل عبو تسأل سؤال بتستفيد منه ما رسأل سؤال انا ما رح تستفيد شو بحط في بالي انا اول شي اما دخلتوا طوروا بالكم أيو القصة السريرية هي عبارة عن البحث عن الاسباب عن السبب الاكثر احتمالا طيب هلا مشويك انت عمعدلكم انا اسباب بلنا في اسباب وطائي طيب شو ممكن الاسئلة اللي اسألها انا على الاسباب الوطائية برابو عليه برابو تمام بس هدو برابو عليه تمام كان في عندي مشاكل وظيفية ومشاكل تشريحية الوظيفية شو بدي اسأل شدة نقص وزن تمارين مجهدة امراض مزمنين تمام هاي بالنسبة لانقطاع الطمس الوظيفية طيب انقطاع الطمس التشريحي صداء في مشكلة تشريحية صداء تمام اذا انا هيت بالسأل فهاي انا مثلا اول سبب حق سألت عنه مثلا في عندي اسباب شو الاسباب التاني المبيضية المبيضية شو انها الاسباب المبيضية بي سي او شعرانية طيب بي سي او شعرانية حب شباب تغير وزن تمام قصور المبيض شو بتسأل عائلة قصة عائلة ممكن قصة عائلة شو كمان صار فيه اخر فترة طمس صار يتطاول برابو عليك مين الله الهبات ساخنية برابو في هلأ قصور المبيض وقت اللي بيتظاهر بانقطاع طم السانوي غير قصور المبيض اللي بيتظاهر بيتأخر البلوغ تمام يعني هلأ الطفل اللي عمره مثلا 13 سنة وما صار عنده قصور مبيض هاي ما عنده هبات ساخنية أستروجين أما هاي اللي صار كان عنده أستروجين وراح الأستروجين فوقت اللي بيتو يناصل الأستروجين بده تصير كأنه مريضة بأول سن في اليأس فبده تصير عنده عراض سن اليأس تمام فهاي المريضة أنا بتسأل عندك هبات سخنية مثلا صار في هبات سخنية شو كمان من شون الأعراض تسرع في خلشفاف ميبل تسرع بممكن يصيره بتعرق تسرع بالقلب أعراضها شبيهها لأعراض فرط نشاط الضرق حتى القلاق صار يعني اضطرابات بالدرق ممكن أنه اضطرابات قبل الانقطاع تمام فهيك أنا بسأل أنا هيك بتوجه في القصة السريلية طي شوفي عندي أسباب كمان قصور درق شو أني أعراض قصور الدرق شعينش بلك تسأله البرودة عدم تحام وزمات زيادة الوزن البرودة شفي كمان خمود فرط نشاط الضرق بالعكس كمان الرجفة تسرع التعرق هالأمور هاي كلها بدنا نسأل تمام فنحنا هيك المريضة عم تاخد أدوية مش شو تقول عم تاختي عم تاخدي شي أدوية أنا بعرف أنه الأدوية بترفع برولاكتين بسأل على الأدوية بترفع البرولاكتين عم تاخدي شي أدوية عم تاخد أدوية نفسيها معتها هده ولي رفع البرولاكتين تمام هاي هي القصة السريلية بعرف السبب من خلال السبب أنا بستنتج الأسئلة مدت يعني بدتكون أسئلتي سريعة أنا معا يعني بدي ضل ساعتين من بينما أتذكر السؤال وتذكرها أنا مباشر بحط السبب في بالي بسأل عنه بحط السبب في بالي بسأل عنه طيب شكيت بالبرولاكتين شو بدي سأل ارتفاع البرولاكتين سر حليبي برابو عليك تير هذا السؤال روتيني بالنسبة لنا سر حليبي إذا عم تستخدم أدوية إذا في أعراض عصبية لماذا يمكن أن يعمل أعراض عصبية أو حتى الأورام الثانية اللي بتضغط على السوية لما بتعمل أعراض وعلامات تمام إذا هذا هو بشكل عام هاي هي القصة السريرية أكيد ما رح متخيل شي مرة أكتب لكم أكتب ما تعرفوا على القصة السريرية بجيب لكم هكي سؤال مثلا طيب ننتقل من القصة السريرية بيجي بعد القصة شو هو مثل العادة فحص فيزيائي فحص الفيزيائي لتأخر البلوغ والبلوغ المبكر وانقطاع الطمس البدء والسنوي تقريبا متشابه في تشابه كتير نحن لدينا شغلات روتينية شو هي طول الوزن حساب البي ام آي وطول الباع هذول روتينيات تقريبا هذول فينا نعتبرون انه هذول روتينيات طيب غير هذول الروتينيات بدنا نحن نفحص شغلات يعني في عنا أسباب بدنا ندور عليها شعرانيون يحب شباب ممكن شواك أسود أو تشققات هاي بالمراحل المتقدمة مريضة البرولاكين سر حليبي نحن ما بنكتفي بكلام المريضة أنه عنده سر حليبي أو لا نفحص كل مريضة نحن بتجينا كل مريضة تعقب أو مطاع الطمس هاي منفحص نفحص السدى حتى نفأكد إذا عنده سر حليبي ونجد سر حليبي ما يكون ظاهر على المريضة مجرد الضغط ونفحص السدى بصير عنده سر حليبي طيب أنا في قصور مبيضة وفي هبات سفنية وكذا كمان ممكن نفحص نسائي ونشوف إذا في عنده علامات جفاف المهبل أو جفاف الفرج تمام إذا هذا هو الفحص الفيزيائي اللي بيلزمكم بالأمور بالسريليات خلصنا فحص فيزيائي شو الخطوة البعضة جا دور نحن تحاليل تحاليل برولاكتين وإفس احش والرابع شو هو إفسر برولاكتين إستروجين برابع عليه نحن ما منفسر الإفس احش بدون الإستروجين خدوة قاعدة عامة تفسير الإفس احش بدون الإستروجين ما رح يكون دقيق 100% تفسير الإفس احش أغلب الأحيان بيطلب قيمة الإستروجين المرافقة طيب المريضة اللي عندها عراض فهم دروجينية مريضة البي سي او شو بتطلب لها زيادة توتر تستروج 11% الديهيامة بتطلب الديهيامة الديهياس إذا هاي التحاليل المخبري اللي بمنطب لغريدة انقطاع الطمس السنوية وقفنا هون وخلصنا عكيلا في عنا مختبارات المتابعة بدنا نتابع هذا منسميه تقييم مثلا أولة هلا بدنا نجي على التقييم على المرحلة التانية من التقييم أول شي تقييم الإضافي بيعتني بعد نتيجي التقييم الأول أول شي اللي في عنك شي اسمه تقييم الحالي الإستروجيني ضروري نحكي الحالي الإستروجيني هلأ مشوي كنا نحكي وقت أنا بدي فسر الإفسر بشكل دقيق لازم ادمج مع مين الإستروجين تذكر وقت حكينا عن احتياط المبيض بالعقم فدائما كنا نقول مطلوب الإفسر مع إستروجين باليوم التالي ليش لأنه ممكن إرتفاع الإستروجين يخفي إرتفاع الإفسر فأنا ما يعطيني تشخيص دقيق فأنا دائما بقرأ الاثنين مع بعض هلأ الإفسر برتفع والإستروجين ناقص شوف عنده أي واحد براه طيب الإفسر نازل والإستروجين نازل تمام مريضة BCO ما يقول وضع الإستروجين عنده عادي عادي بيكون طبيعي فأنا وقت عالج أنا ما في داع عوض لها فلتقييم الحال الإستروجيني ضروري لتفسير الFSR وضروري لشغلي ثاني إنه أنا مشان أعرش العلاج اللي بدي أدمن المريضة تمام إذا تقييم الحال الإستروجيني نحن نقييم الحال الإستروجيني بكل مشابها لتستمع تحليل على عرض う... شف الرحم أي رحم ماذا نحن بيطانة أو أستروجيني أو ضمور أو أستروجيني الثالث إن تطييم حالية ماذا؟ السحب سحب سحب الراجستروم براجسترون برولكتين مرتفع اول شي بدك تنفيه انه يكون ارتفاع فيزيولوجيا فمن عيد الاختبار مرة اذا طلع طبيعي خلص منعتبره طبيعي اذا طلع مرتفع بدك تتابع رنين افضل انه يمطلي برنين احنا احنا اذا كانت القيام شوي من فضة ما مستعجل بالرنين او اذا ما عنده عراض عصبية هو بس يفضل لانه ممكن يكون ميكرو برولكتينوما ما عمل لاعراض وما هيك عم يفرز برولكتين فبشكل عام برولكتين الارتفاع المستمر او الشديد هدا بتطلب منا نجري نعمل للمريضة المعراض الميكرو برولكتينوما والمكرو بتعرفوا الفرق بين 1 سنتي هذا بسميه ميكرو و هذا بسميه مكرو تمام؟ اذا هاي بالنسبة لها تركيز برولكتين العالي هيك انا بتابعه بس متابعه الارتفاع برولكتين بس قلت بس عالي بس قلت بس عالي شو شخصت؟ بدئت شو السبصاء التالي مباشر؟ احتياط المريض صيغة صبغية صيغة صبغية مباشر بس شخصت بدء الاختبار التالي مباشر لكي نصيغة صبغية مباشر مباشر بدء الان بدء الان شو ما كان عندك ارتفاع FSA شخصت قصور مبيض قصور مبيض لغريب تعمي سيغة صبغية حتى تشوف شو المشكلة بالطبط طيب اذا عملت ECO شو رح تستفيد ليش قصور مبيض بيبين معك بال ECO ترجل تورنر كان مبيض بيبين معنا المبيض ليش قصور مبيض تحت الاربعين كل شي تحت الاربعين هدا اسم خصور مبيض بدء ايه ما شرق تورنر ما قلت لك في طفرات تانية طيب اذا كل هالحكي الحكينا طلع طبيعي وفي عنا قصة التداخل على الرحم شو بدنا نشيك عشرمان ايه طيب هدا عشرمان شو مبيضي شخصه بصورة الظليلة قبل الصورة الظليلة صورة الظليلة ممكن تجي مع قبل نحنا في أبسط من الصورة الظليلة يعني شي اسمه اختبارات شو هنا اختبارات السحب اللي عنا نحنا بالنساء يعني اختبارين اول اختبار اسمه اختبار سحب دائما نبدأ بالبروجسترون إيه طيب عشرة دواء اسمه تجومين لان دواء التجاري اسمه تجومين العثم العلمي اسمه دروكسيantes ايه اشارمان اوال اختبار اسمه اختبار لبروجسترون يعني أحياناً في مريضة بغض نظر إن كانت أشعر ونغير أشعر عندهم قطاع طمص أنا بدي جيب لدورة مريضة البي سي او نفسها مريضة البي سي او إذا طوّلت كثير أنا ممكن أعمل اختبار سحب ما بعرف إذا مذكور بالمحابرة نعطي مثلاً سبعة لعشر تيام بروجسترون مو عندها أستروجين؟ طالما أستروجين عندها فاختبار لبروجسترون لازم يطلع لازم تجي الدورة لازم يجي الطمص طبعاً مو هيك؟ طيب هلا هون عطيت بروجسترون عشر تيام شو النتيجة؟ انتظرت سبعة تيام راح يصير في طمص؟ مو هيك ما في بيطاني ما في بيطاني طيب هادا سلبي بجي على الاختبار البعد وشو هو؟ أستروجين زائل بروجسترون وبعطي الأستروجين لفترة طويلة بعطي 35 يوم ليش؟ بدي رمّم البيطاني بدي عطيه أكبر فرصة لحتى تترمّع بعطي 35 يوم أستروجين وآخر عشر تيام بضيف بروجسترون بعد اليوم 35 وقفت مع تصارف في السحر مخروض تجي الدورة بعد ما أجد ما أجد مشكل بيطاني ليش؟ لأنه ما في بيطاني حتى لو عطيت أستروجين مترمّع إذن هاي اختبارات إسمار تشخيص تنازل أشر ماء اختبار بروجسترون بيجي بعد اختبار الأستروجين زائد زائد بروجسترون واتنانتهم بيطلعون سلبيات بس طلعوا سلبيات بنتقل إلى الاستقصاء الأدق اللي هو تنظير باطن الرحم من شأن نشوف الالتصاقات بعيننا حتى ممكن يكون علاجي طبعا ما عنا هاي الإجراءات نحنا للأسر تمام إذن هذا هو تشخيص تنازل أشر ماء عندي اختبارين الأول اسمه اختبار بروجسترون طبعا الاستروجين اللي بيستخدمه هو الكونجيوغيتد استروجين 0.625 أو 1.25 هذا اسمه التجاري بينارين أو بريمارين من ضروري تعرفوا هاي الأدهية لأنه كتين نحنا مستخدمها في الاستخدام كتير بعياداتنا تركيز الأندروجين المرتفع أنا لازم ما أحكي ولا كلمة إذا شفتوا الأندروجين مرتفع بس مرتفع شوي إذا مرتفع بشكل أورام بس كانت القيمة أكثر من 150 للتستسترون باتكون تشكوا بالأورام كم له استقصاءات كم له استقصاءات باتكونوا تدوروا على أورام مبيض أو أورام كذا نمشي شيء بديه ياس إذا كان أكثر من 700 طيب دعونا نلخيص البحث بالكامل هاي تلخيص البحث بالكامل مريضة انقطاع طامس سنوي بنبدأ بايش بالقصة ها أهم شغلات بالقصة السريعية تغيرات وزن انقطاع طامس وطائة اضطرابات الأكل وطائة وظيفة وطائة وظيفة تمارين سر حليبي برولكتين هبات سخني قصور مضي هب شباب شعراني بي سي او مرض جهازي انقطاع طامس وطائة قصة تداخل على الرحم أشرمان ها كم كلمة مختصرين هال كل شيء حكينا شايفين المخططات؟ بصلا الطب هو مخططات هيك هاي أحلى شيء بالطب هذا هذا اللي بخلينا هلا حكينا الأسباب وحكينا حكينا بجوز نضيع بس وقت انها مدمجون هيك هكينا رح يتركز المعلومة هكتر طيب الفحص السريري طلي عنا بي ام اي مثلا اما رح يطلع من الخفل او رح تطلع الماء مرتفعة او رح نشوف علامات فرط اندروجين او رح نشوف سر حريبة طبعا اسا ممكن نشوفي شغلات تانية هدول مختصرين موهي؟ غير الفحص السريري التحاليل لنا هدول هنه بعد نفط الحمل عندي هدول الأربعة نبدأ وحدة وحدة برولاكتين مرتفعة شو الخطوة التانية؟ طلع مرتفع امراض طلع طبيعي طيب خلصنا ببرولاكتين جينا على TSH طلع غير طبيعي سواء فرط سواء قصور عالج قيم الغدي ترقي وعالج القصور بتعالج بالتعويض بالالتيروكسين الفرط باش بتعالجه بالمتيمازول باليوراسي اذا طلع TSH غير طبيعي يقيم الغدي وشتغل على الغدي الترقيه طلع طبيعي لو عم نروح بقى FSH طلع مرتفع FSH قصور مبيض قصور مبيض قصور مبيض بدء قصور مبيض مصير صدغي طيب قصور مبيض هذا الخيار الاخير خيار الاخير هو FSH طبيعي ضل التشخيص اللي ما ذكرناها مو ارتفاع ابرولاكتين مو امراض ضرب مو قصور مبيض قصور الاقناط قصور القطاع الوطائي الوظيفي أو البيض شون بدين اميز بناتن هون هون يمطلوب الأستروجين تمام؟ فأنا قلت لكم وقت البدي فسر الـ FSH دائماً بحاول فسره بوجود الأستروجين طيب الأستروجين منخفض وهذا طبيعي لأنه منخفض وين نشوف هذه الحالة؟ بانقطاعات الطمز والوطائي في مشكلة بالوطاء في مشكلة بالوطاء أو خاصة الوظيفة أو الأبراض الجهازية أو حتى الاضطرابات الأخرى بس شقصنا هذول مشان نأكد شو بنا نطلق رانين حتى ننفي وجود الأوران مشي؟ إذن FSH طبيعي ومنخفض طلبة أستروجين طلع منخفض بمشي باتجاه قطاع الطمز الوطائي وأسباب الوطائية بدين في الأوران بالإمارات لازم نمشي في كل المخطط إذا مثلاً لا 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 إذا قصة وجهتك أكيد بس أنا أنت تحكي عن بحث كامل هلا بس تجيك المريض أدريك تتوجه لسبب معين تشتغل عليه تمام؟ طيب إذن الأستروجين ما طلع طلع الطبيعي طلع الـ FSH طبيعي لمنخفض طيب باعون ضل عندي تشخيصين من الـ PCO والآشرمان مشي؟ شلون بدي ميز بناتهم بين الـ PCO والآشرمان أكيد الـ PCO شوفي أعراض فرض أندرجين في شعراني في حب شباب في هالأمور هاي تمام؟ إذن الـ PCO إذا طلع التسترون أكتر من 150 وين بدي فكر؟ بدى أعمل استقصاء للأوراق طيب ما في فرض أندرجين ما في كل هالحكي هذا ما موجود ما عندي قصة تدافل عن الرحم بعمل اختبارات السحب إستروجين وبروجسترون إذا كانوا الاختبارين سلبية هل توجه لكم؟ بل أسهل من هيك؟ هل تقولوا ميسائي صعبة؟ تدوير؟ أكيد يعني شو التدوير؟ حسب السبب إذا عم كنن في طاطن السوطاعي وظيفة وعم تلعب رياضة وزنة نزيل ما عم تاكل؟ تمام؟ طيب هاي المريضة ممكن يصير عندها حمل؟ ممكن ممكن طيب ممكن أنه ما يعني ضل فيه انقطاع عندها انقطاع طماز إذا لم يتجي حالاتي موضي فراتي ونخلق ما كنها مساعدة؟ محادي محادي مستخدم مستخدم محادي 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 بعض المراجع بتسميه vaginosis ليش؟ لأنه ما فيه آليه التهابية ليش؟ هو عبارة عن خلال بالفلوران فما فيه آليه التهابية أنا بس قلت أنه ما فيه آليه التهابية، معناها ما فيه عندك أعراض وعلامات التهابية مثل حرام وزمي عصر الجماع عصر التبوّل حس الخدش، الحرق ما موجوده هدوه، ليش؟ لأنه ما فيه آليه التهابية الآلية بكل بساطة مقصد العطيات اللبنية طلعت هاي الجرسيم التانية، هاي الجرسيم اللهوة أي حل تلت بابتداء، تعطت هالمفرزات الكريهة الرائحة تظاهعت عند المريضة بهذه الضائعة في آليه التهابية، ما فيه آليه التهابية فما في عندي عراض وعلامات التهابية المريضة، ما رح تشكي من أعراض وعلامات التهابية تمام؟ من الجرسومي لأشيعة اللي بتسبب الالتهاب بالمهبلة الجرسومية، شو اسمه؟ اسمه المنريلا-فاجيناليز، هي الأشيعة في عامل مهبل الجرسومي قاتلة للجرسوم طيب وقت اللي عم تقتل الجرسوم عم تقتل اللبنية بل ما تقتل غيرها فشو النتيجة؟ تغيير أنا ما بدي غير البيعاش تمام؟ فالدوش المهبل ممنوع فهذا بتعلموا الكلام الدوش المهبل ممنوع بيجوا لجماعة المعامل الأدوية بيعملوا دعايات وبيعملوا محاضرات وبيبعتوا مندوبين ويحاولوا يحسنوا صورة الدوشات المهبلية أنتوا أكيد أول كلمة أنا بلهم هذا مؤزي هذا مؤزي للمريضة نحن وقت منعالج منعالج السبب ما نروح منعطي منخلي المريضة تستعمل محاليل وأغلب المريضات في نوع المريضات بيعتبروا أنه الدوش المهبلة نوع من أنواع النوع من يظلوا يحافظوا على طهارتهم فالنتيجة عم تكون عكسية بالعكس هو اللي عم يعمل هذا التهاب المهبل الجرسومي إذن خدوا قاعدة عم تدوش المهبلة أو هاي بسموه المغاطس يجوا بيحطوا هاي كمية معينة مثلا بماء في أدرا وبيعطوا فيها هاي عم تغير الفلورة بس ديرت فلورة أنت سمحت لهذا النماط من التهابات المهبل يصير عند المريضة إذن هاي عوامل الخطورة المظاهر السريرية التدخين إذن بيحطوا بكل شيء التدخين إلا بالانسماع مظاهر السريرية إيشو المظاهر السريرية براي يكون هذا عرضي هذا المرض والله تحسوا أنه مرض لطيف خفيف موهل مرض المزعج فالأغلب أن يكون عرضي والله لا عرضي الأغلب أنه 50 إلى 75% عرضي نسبة كبيرة يكون يعني المريضة مرتح السليم ممكن نحنا نكشفوه بالاستقصار أما المريضة العرضي من إيش تشكي برايكم؟ ثم الآلية ضائعات شو صفات الضائعات؟ رائحة رائحة في حلل بابتدات عم تطلع الحمود الأمينية بتعرفوا ريحة الحمود الأمينية شدها مزعجية ريحة شبيهة بريحة السمك بتشتكي منا المريض تلك ريحة مثل ريحة السمك وخاصة بعد الجماع أو حتى أثناء الطمس طيب شو إلى صفات ثانية الضائعات؟ شو رايكون هاي الضائعات؟ بتكون اللون أبيض لا رمادة شلون بتلتسق بجدار المهبل؟ بشكل شديد؟ بشكل أملس؟ بشكل لطيف؟ بشكل لطيف؟ ما في آلية التهابية وقت في آلية التهابية بتلتسق بشدة مثل المبيضات البيض المبيضات البيض بتحاول تشيلها بتلاقي تحتها حمير عرحي ما في آلية التهابية تمام؟ إذن صفات الضائعات غالباً أنا أول شيء بيقول لعرضي المريض العرضي بيكون عند ضائعات ملساء رقيقة بيضاء يا رمابية إلى ريحة السمك تلتسق بجدار المهبل ما في عسر التبوّن ما في حكة ما في حرقة ما في عراض التهابية ما في وجود هاي الأعراض شو بدي يوجهني لوجود؟ انتان؟ تاني انتان مختارة تمام؟ العنق لا يصاب عادة هاي الجرسين موجودة بمخاطيط المهبل فبتنصاب خلايا الظهرية البططة المهبل تمام؟ إذن هاي المظاهر السريري لالتهاب المهبل الجرسومي النتائج أو الاختلاطات طبعا يعتبر عامل خطورة للولادة المبكرة عند الحامل تغيير الفلورا ممكن يكون عامل خطورة ممكن يعمل حمى النفاس بعد الولادة أو انتان بعد الإسقاط يآهب للانتان بعد الإسقاط بعد استقصال الرحم ممكن يعمل انتان قبة مهبل يزيد قابلية الإصابة بالانتانات المنفولة عن طريق الجنس التشخيص المهم هذا الأهم لدينا شيء اسمه معايير أمثل شو هاي معايير أمثل؟ بكل بساطة الحكي اللي حكيته أنا هلأ بدي حطه بمعايير شو عني معايير أمثل؟ أنا في عندي أربع معايير بكفة ثلاثة من أربعة شو عني ثلاثة من الأربعة؟ أول صفة؟ ضائعة شو صفاتها؟ لونها؟ ضيطاء إيلا رمادية شو بتعمل؟ بتغطي أو بتبطن؟ بتغطي جدران المهبل بشكل ناعم بشكل أملس شو يعني بشكل أملس؟ يعني أنا إذا جبت أي أداة من هذول اللي فيكون براسة أطني مثلاً حاولت أخذ شوي من الضائعات ما بتترك تحت شيء أبداً تمام؟ هذول المريضات دائمة يشكونا أنه عندها ضائعات حليبي غزيرة عندها ضائعات وغير حكي ما عندها حكي فهذا متوجه لألتهاب المهبل في الجسوم إذا أول نعيار هو الضائعات البيضاء الرقيقة اللي بتغطي جدران المهبل بشكل أملس البيئات شو بتصغير فيه؟ لا يرتفع لا يرتفع لأنه نقصت العصيات اللبنية ونقص الحمض الموجود داخل الاختبار الثالث اسمه اختبار الوف أمين أو اختبار نفحة ما هذا الاختبار؟ ناخد عينات من الضائعات نحطها على شريحة ونضف لها كي او اش بس ضف لها كي او اش ونضف لها كي او اش ونضف لها موزعجة جداً متر ريحة السماء هذا اسمه اختبار الوف أمين هذا المعيار الثالث نعيار الرابع هو المفروض كيف بدنا نقيم مريض الضائعات؟ طبعاً الشغل اللي بتشوفو عنا بالعيالات هذا شغل ما هو علمي نحنا لو نشتغل بشي علمي نستخدم هاي الاوراق اللي بتعطيني قيمة بي ااش بعمل هذا الاختبار اللي اسمه اختبار النفحة الوف أمين الشغل الثالثي بعمل مستحضرات بياخد مستحضرات بياخد هات الضائعات بحطها على شريحة بروح نشوفها على المجهر تحت المجهر اسمها مستحضرات رطبة شو لازم شوف بالمستحضرات الرطبة؟ بدي شوف انا هاي الخلايا اللي قلت اسمها القارنيريلا هاي القارنيريلا بتحيط بشكل كامل بالخلايا الظهري للمهبل لاحظوا شكلها شلون شايفين هاي النقاط هاي هاي الجراسيم القارنيريلا وشلون مغطية تقريباً الخلايا الظهري الموجودة بالمهبل فعناش منسميها هاي الخلايا خلايا الكلوسل او الخلايا المفتاحي هيك منسميها تمام طيب شو هو الشرط لحتى نعتبره معيار من معايير امسل لازم خلايا الكلوسل تكون على الاقل 20 اكتر من 20 بالمهبل اذا هذا هو المعيار الرابع اول معيار صفة الضائعات الملسا بدي يكون باتجاه القلوي ما بيوصل للقلوي بس يكون اكتر من اربع ونص اختبار الوف اميم يكون ايجابي او اختبار النفحة او راحة السمك الشغلي الرابع هي خلايا الكلوسل بده تكون تقريباً اكتر من 20 من 20 بالمية لحتى نعتبره معيار من معايير امسل بكفة طبعاً 30 من اربع شوفوا حساسيته جيدة جداً حساسيت هذا المعايير 90 بالمية ونوعيته تقريباً 17 بالمية اذا التشخيص نحن نشخص بشكل اساسي بناءً على معايير امسل طيب صبغتين معقولك المريضة عند التهاب المهبل الجرسومية نروح نعمله كل النساء عند التهاب المهبل فهذا اختبار مو عملي يعني بس هو الأدق طبعاً هو نعتبره طريقة معيارية بس مو عملي هاي الطريقة فما بنلجأ له حتى الزرع مو معقولك المريضة عندها شوية خلل بالفلورا نروح نعمله الزرع السايتولوجي او هاي لطاقة بابا نيكولا هاي للعنق قلنا لا يصاب العنق فكمان ما راح تكون موثوقة بتشخيص التهاب المهبل الجرسومية إذا بشكل أساسي معايير أمسل وهاي الصورة تشخيص التفريقية يعني الأمراض التانية بتسبب ضائعات وخاصة داء المشعرات والتهاب المهبل الضموري والتقشوري هذول الضموري منشوفه نحنا بعد سن اليأس وداء المشعرات منحكي عنه بوقته العلاج ما ممكن يشفه بشكل عفوي ما هو خلل فلورا ما ممكن يشفه بشكل عفوي خلل فلورا في عنكونا أسباب وقفوا هاي الأسباب مثلا فممكن يصير فيه. مين منعالج؟ أكيد المريض الاوعرضي. له ، لازم انعالجه؟ لازم. المريض الاوعرضي منعالجه؟ لا. الازم في عامل خطورة مثلا تمام؟ فالعلاج يستطب لجميع المريضات العرضيات أو المريضات اللاعرضيات أبل الإسقاط و أبل الاستقصال حتى ما يصير فيه اختلاطات تالية فبشكل عام نحنا المريض اللاعرضي مش موارجة ما منعالجةintéك أما المريضة العرضية هي المنعاج شو العلاج جدا سهل وعلاج الحامل وغير الحامل تقريبا نفسه وما في مقاومة عليه هو المترونيدازول الفلاجي فاعتبار أن الجراسيم الأساسي هي لا هوائيات فالمترونيدازول هو العلاج الأساسي طبعا نحن بعلاج إنتانات المهبل دائما منفضل العلاج الفموي على الموضعي إذا بجوز أنتم انتبهتوا أن العلاج الموضعي أكتر استخداما ولا العلاج الصحيح هو الفموي المترونيدازول ما بيأثر على الحمل فنحن ممكن نستخدمه عند الحامل شات الجرعة 500 ميلي جرام مرتين لأمتة سبع تيام شو الخيار البديل لكليندا مايسين سواء فموي أو ممكن يستخدم كريم نحن عادة نطلب من المريضة تستخدم الكريم أو البويضات المهبلية دائما مساء قبل النوم بشكل عام أي قاعدة عام إذا هو الخيار الثاني هو لكليندا مايسين مافي داعي لعلاج الشريك لأنه ما بيمتقل للزوج لا يعتبر من الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس تمام؟ يعني هو بالأصل موجود هو تغيير فلورا ما هو مرض منتقل عن طريق الجنس إذا مافي ضرورة لمعالجة الشريك يجب تجنب الغسولات المهبلية برجعه بكرر يجب تجنب إذا نكس شو رايكون شو العلاج؟ نفسه مافي مقاوم إليه نفسه نرجع نفس الشوط تقريبا سبعة يعني مدية سبعة أيام إذا نكس كتير بالسنة مثلا ثلاث مرات أو أربع مرات هذا صار من نعتبره أنه عمينكوس كتير نرجع منطبئ نفس الشوط ولكن منصير منعطيه بشكل متقطع لمدة أربعة لست شهور معطيه بشكل متقطع فإذا العلاج نفسه كل ما نكس أكتر ممكن نكرر يتكرر عطاءه أكتر وأكتر علاج الحامل نفس الشي مترونيدازول خمسمئة مرتين باليوم أولد عندها مايسين تلاتة ميليغرام لمدة سبعة أيام وما في ضرورة لمسح أو علاج جميع الحوامل اللاعرضيات خاصة ترجمة نانسي قنقر